تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وذلك بمناسبة الإنجاز الرياضي التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم بالفوز ببطولة غرب آسيا التي أقيمت في جمهورية العراق وفيما يلي نص البرقية سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم المشرف ببطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم التي يقيمت في جمهورية العراق وإن هذا الإنجاز الرياضي يؤكد رعاية جلالتكم للرياضة والرياضيين ودعم شباب الوطن وكثة أبنائه ويعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من مستوى متقدم في المنافسات الدولية ويعد إنجازا يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ جلالتكم ويوفقكم لما فيه الخير ويمدكم دائما بعونه وتوفيقه ودمتم جلالتكم بحفظ الله سالمين ابنكم المخلص لجلالتكم سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة